حصل الفريق البحثي لكلية الطب بقوات المسلحة على الميدالية الذهبية فضلا عن تقييمه ضمن أفضل خمسة فرق في مجال السلامة البايولوجية وذلك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية التي أقيمت بمدينة باريس بفرنسا وقد شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفلة تكريم الفريق البحثي بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بكافة الأنشطة العلمية والبحثية وفي إطار تحقيق الاستفادة من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية فضلا على تقييمه ضمن أفضل خمس فرق في مجال السلامة البيولوجية وذلك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية آي جيم التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من سبعة آلاف طالب يمثلون ثلاثمائة وخمسين فريقا بحثيا لست واربعين دولة على مستوى العالم للمنافسة على إيجاد الحلول العلمية غير التقليدية باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والبيولوجيا التخليقية في مجالات التشخيص والعلاج لمختلف الأمراض حيث اختار الفريق البحثي أحد الأمراض الوراثية للأطفال نتيجة بعض الطفرات الجينية والتي يصعب تشخيصها والعمل على اكتشافها مبكرا بواسطة ابتكار اختبار تشخيصي منخافض التكلفة مع إمكانية تطبيقه بسهولة داخل العيادات والمستشفيات حيث شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تكريم الفريق البحثي وذلك بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أولياء أمور الفريق البحثي وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية مما ساهم بشكل كبير في حصول فريقها البحثي على تلك الجائزة المتميزة كما ألقى المشرف العام للفريق البحثي كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي وفرت كافة الإمكانيات التي مكنت من تحقيق ذلك التميز أعقبها تكريم أعضاء الفريق البحثي الذين تمكنوا من تقديم صورة مشرفة وتحقيق نتائج مبهرة وفقاً للمعير والأسس التي نظمت بها المسابقة وفي نهاية الحفل ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور كما قدمت تهنئة للفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة مشيداً بتمييزهم ومساهمتهم في إظهار النموذج المشرف للشباب المصري الطامح لتحقيق الريادة بمختلف المجالات التي يشارك بها مؤكداً أن القوات المسلحة لا تدخل جهداً من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق المنظومة الطبية المتكاملة بالمواصفات والمعايير العالمية لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء